تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السينيغال الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تهانيه بتعافي سمو حفظه الله من العارض الصحي متمنيا فخامته لسموه رعاه الله مفهور الصحة وتمام العافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية إلى فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السينيغال الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه فخامته من تهاني وطيب المشاعر وصادق الدعاء راجيا سموه رعاه الله لفخامته دوام الصحة والعافية ولجمهورية السينيغال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار